السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 18 أيلول سبتمبر القمر الآن موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 9 و23 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل ورح يظل القمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 9 ودقيقتين صباح يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و23 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان للعمليات الصغرى تقليم الأظافر وأيضا جيدة لقص الشعر القمر بما أنه موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح معناته بيظل الجانب يلعب دور مهم في حياتنا في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين ومنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من مواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الأشخاص الخاسرين أو الفاشلين عاطفيا أو يعانوا من مشاكل في الحب يديروا ظهورهم ويذرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك يتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل وهذا وقت يعني ممكن بعض الأشخاص يبدأوا بعلاقة حب جديدة وأيضا يمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير أو زيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية تعني اكتمال القمر بدر رح تكون الساعة 2.34 دقيقة فجرا بيصير اكتمال البدر 100% كامل ذروته وهذه الزاوية هي زاوية سلبية بيخلق هذا الاتصال حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 4.53 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفن بأنواعه الميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 7.10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالة ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية أو المسرح أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاول سلبية بين عطارد وبين زحل هاي زاوية بطيئة طبعا الها تأثير ثلاث أيام سابقة ومضت ومستمرة لثلاث أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتسبب نوع من أنواع التعب أو القلق أو الحذر أو الميل للكآبة وبتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وممكن تعرضنا للإرهاق اللي ممكن أن يضر بصحتنا دوليا فهي بالدل على انتقاد الصحف والجرائد لا تراجع المردودية في القطاع الفلاحي وكذلك الصناعات الثقيلة والمؤسسات الدولية وممكن تشهد هاي الفترة إضرابات أو احتجاجات لتحسين أوضاع اليد العاملة في قطاع التعدين أو المناجم أو تحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم كشف بعض الحقائق التاريخية المغلوطة أو فساد بعض المؤسسات الدولية أو مؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة التسعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وأيضا تدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا قلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة التسعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش راح ينتهي الساعة التسعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني هاي الفترة المذكورة ما بين هذان الوقتين فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات الصباح وما بعد بنشعر بأن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وممكن تأدي فينا لبعض المشاكل أو الحجاج الغير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير وعادة لما القمر بيكون موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك وتعديل أو تسريح الشعر أو إقامة حفلمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جداً حتى للصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية جداً خلال هذا اليوم من الآن وحتى ساعات الصباح أن القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعاً هذا اليوم أنا ما بنصح بإجراء عمليات جراحية ولا لأي جزء من أجزاء الجسم إلا إذا كانت اضطرارية بسبب اكتمال القمر يصلح للحجامة أيضاً هذا اليوم مناسب للأمور التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جراناتش وبينتهي خلو المسار الساعة التسعة ودقيقتين صباحاً بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المكتمل أو انحسار المكتمل في نحاية اليوم بصير هو مكتمل الآن ولكن نهاية هذا اليوم بصير انحسار المكتمل الآن عمره 16 يوم ساعة 4 الرابعة عصراً بتوقيت جراناتش نبدأ باليوم السبعة عشر نسبة الإضاءة نهاية اليوم تسعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحسة بنسبة أربعين في المية الآن ساعة المساء منتحسة بنسبة عشر في المية القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم عشرين تسعة طبعاً منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية الآن ساعات الفجر منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات العصر منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات المساء منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في العذراء حتى يوم ستة وعشرين تسعة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربين في المية المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أرنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطرة عليكم من الآن وحتى ساعات الصباح حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وما تبادروا بأي شيء جديد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بوصل القمر لعنكم فبتبدأوا فترة أفضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود وهي فترة مثمرة وناجحة ممكن اتمم مصالحة أو اتقرب المسافة بين الأحبة حضورك بكون مميز وبتنشط وطيرتك خلال هذا اليوم بالعمل وممكن تتسارع الأحداث بشكل إيجابي نظم جدول عمالك تفادي لأي تقصير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل النشاط الاجتماعي وعلاقاتك مع الأصدقاء بأوجها لغاية ساعات الصباح وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض المعارف لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب فلا ترهنوا على أي نتيجة وما توقعوا على ورقة أو على عقد حذروا من التراجع المعنوي حذروا من الفوضى والتاقير والخيبات وما تباشروا أي عمل جديد عشان ما تمنع بالخيبة وتعتبر بداية يعني فترة صعبة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن وحتى ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد حاولوا إنكم ما تجازفوا وما تغمروا وما تخالفوا القوانين لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وتعتبر فترة جيدة تفتح أمامكم أبواب للتعارف الصداقات المناسبات وممكن تكون مطمئن البال حاول أنك تظهر ليوني وتتكيف مع المستجدات بيرتفع رصيدك الشعبي وبتكسب ثقة الآخرين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد حاولوا إنه تكونوا هاديين ما تعتمدوا كثير على الحضوض اللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته أو راقه كل شيء قبل السفر من ساعات الصباح وما بعد حذروا موقف مفاجئ للشريك أو مع زميل وممكن تطرأ تغييرات بثير غضبك أو شمهزازك عن مستوى العمل أو مع أحد المسؤولين أو يكون فيه نوع من أنواع المواجهة في العمل تزعجك وربما تشكو من تحديات أهم شيء أنك تهدئ من روعك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن وحتى ساعات الصباح بظل التركيز على الوضع المالي المشترك فممكن تتفحصوا حساب مشترك أو أوراق مالية أو معاملات بنكية أو أشياء تتعلق بضريبة أو حتى قضايا مالية متنعوا عن أي خطوة مالية جديدة بهذا الوقت من ساعات الصباح بتنشطوا في اتصال بعيد أو سفر بعيد أو ممكن تحضر لرحلة أو تنشط بمفاوضات أبحاث دورة وتعلم شيء جديد وهي فترة إيجابية مثمرة تكثر خلالها وتسهل حركتك وحركة التواصل مع الآخرين استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بظل القمر طبعا مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبظل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وبظل الوقت مقبول للأعمال المشتركة ولكن دير بالك من الحدية والعصبية طاقتك ضعيفة فبظل متوتر ومندفع بتحور من ساعات الصباح تنهمك في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهمش أنك ما تهم الوضع الصحي أو قانوني وهي فترة بتكون هادفة سهلة لحل المشاكل الإدارية أو القانونية احرص على التفاصيل أهم شيء بانتظارك أحداث مهمة مصيرية بتنقلك من مرحلة لأخرى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعات الصباح واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد وخلوا علاقاتكم مع زملائكم جيدة وانتبهوا لصحتكم من ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم طباعك حادة وممكن يعني ثير تحفظ أو ردة فعل سلبية عندك عليك تجنب المشاكل قدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة وحاول أنك تبحث عن التوازن والاعتدال يعني فترة ضاغطة لأن القمر مقابلك صحيح بعطيك إيجابية على مستوى الشراكة ولكن طاقتك ضعيفة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتظل العاطفة قوية لديكم وبتميلوا لتقارب من أحبائكم أو التجاوب معهم من الآن وحتى ساعات الصباح برضو جيدة لممارسة حواية أو لأمور العاطفية ولكن ما تبالغ بالحضوظ من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لصحتكم بتلازمك الواجبات منذ الصباح الباكر بترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق على مستوى تعاملك مع زملائك على مستوى العمل على مستوى الصحة فبدك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وأهم مش إنك ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتكون تتجنبوا دخال أي تغيير جذري على مسكنكم بيظل الاهتمام العائلي أو المنزلي هو اللي بيشغل فكركم بتبعدوا كثير عن الأجواء ولكن بيظل في ضغط على المستوى العائلي من ساعات الصباح وما بعد بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بيقدم لك هذا اليوم فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالي جدا وتعتبر فترة إيجابية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل من الآن وحتى ساعات الصباح عندكم طاقة عالية جدا بالاتصالات بالحركة بالسفريات بالتنقلات بالاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات ولكن اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد من الآن وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية شوي بتكونوا عدوانيين وهذا شيء بسبب مزاجكم بسبب خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات أو أثناء السفريات أو أثناء قيادة السيارات ولكن بظل الأمور البيتية والعائلية هي أكثر شيء بيشغل فكركم هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو من الآن وحتى ساعة الصباح تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من النفقات رغم أنه بظل في فرصة لبعض المكاسب المالية ولكنها قليلة جدا لها بعض الأشخاص اللي ممكن يحصلوا على مكاسب من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن من ساعات الصباح بتتغير الأجواء بشكل إيجابي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لبعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو مع الزوج أو الزوجي لأسباب تعود للأمور المالية ولكن عند قدرة الإقناع عالية وقدرة عالية جدا بالحركة والنشاط والأمور التجارية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظلوا نشطين مع هيك لا تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل رغم أن الطاقة عالية جدا ورغبتكم بالانتصار أو التحرك أو انتظار شيء بيكون جيد وأيضا ممكن تحصل على بعض المزايا الجيدة ولكن ما تبدأ بشيء جديد من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم لكن بيكون مزاجكم سيء بتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء